بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد برامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي أول تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم الرسم بأسلوب الفنان شجال المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات الرسم بأسلوب شجال الهداف الخاصة أولا أن يرسم الطالب والطالبة عمل فني بأسلوب الفنان شجال ثانيا أن يحدد الطالب والطالبة الأشكال بألوان الباستيل ثالثا أن يضيف الطالب والطالبة تأثيرات باستخدام الملح على الألوان وهي رطبة قوانين درسنا لهذا اليوم أولاً أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانياً أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثاً أتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي لدينا هنا صديقتنا من؟ صديقتنا سارة ماذا تقول لنا هنا سارة؟ تقول أنا سارة أريد أن أتعلم هواية جديدة لكي يصبح لدي مهارة جديدة بعد ذهاب أبنائي إلى المدرسة ماذا تقول لنا أيضاً سارة؟ تقول توجهت للمعهد ووجدت معلمة الفنون وسألتها ماذا يمكن أن نتعلم في المعهد عن أساليب الرسم في عالم الفن؟ بماذا أجابت هنا المعلمة؟ قالت لها سنتعرف على أسلوب جديد ويسمى بأسلوب الفنان شجال ما هو أسلوب الفنان شجال؟ هو أو يستخدم للتعبير عن ماذا؟ عن العقل المواطن بشكل تصوري والبعد عن الحقيقة وسيطرة الأحلام وإطلاق الأفكار المكبوطة داخل العقل والتركيز على كل ما هو غريب وغامض ولا شعوري إذن أسلوب الفنان شجال يتسم بماذا؟ بالغموض والغرابة بأشكال تصورية أو عشوائية تأتينا من العقل فنقوم بماذا؟ فنقوم برسمها مثلاً لدينا هنا هذه اللوحة بأسلوب الفنان شجال ذكرنا تأتينا التصورات أو الأشكال من العقل بشكل عشوائي فنقوم برسمها مباشرة على اللوحة مثلاً لدينا هنا هذه البحيرة يتوسط هذه البحيرة له بعض الأشجار بالإضافة إلى هذه السيارة المقلوبة بالإضافة إلى هذا المنزل المبني على البحيرة بالإضافة إلى هذه الشجرة التي تتوسط البحيرة بالإضافة إلى هذا الشخص يسقط من الأعلى إلى الأسفل بالإضافة إلى نشاهد هنا هذه الشمس المشرقة بالإضافة إلى هذه الفراشة وبجانبها الوردة وأيضا هذه الشجرة التي رسمناها بشكل مقلوب فأصبحت لدينا هنا هذه اللوحة مرسومة بأسلوب الفنان شجال وذكرنا أسلوب الفنان شجال يتسم بماذا؟ بالغموض والغرابة بتصورات وأشكال من العقل فنقوم مباشرة برسمها طيب طلابي مثلا لدينا هنا مثال لأسلوب الفنان شجال ذكرنا يتسم بالغموض والغرابة مثلا لدينا هنا رسمة هذه الشمس بجانبها هذه السيارة ولدينا هنا هذا المنزل وهنا لدينا بعض الفراشات ولدينا هنا هذه الغيمة الممطرة وهنا لدينا هذا الشخص يسقط من الأعلى إلى الأسفل وهنا لدينا تحت الغيمة وهو هذه البحيرة الصغيرة إذن نشاهد هنا هذه الرسمة تتسم بماذا؟ بالغموض والغرابة بأشكال وتصورات من العقل فرسمناها مباشرة على اللوحة إذن هنا هذه اللوحة بأسلوب من؟ بأسلوب الفنان شجال وذكرنا أسلوب الفنان شجال لتسم بالغموض والغرابة بأشكال وتصورات تأتينا من العقل فنرسمها مباشرة على اللوحة طيب طلابي ما هي أدوات الرسم بأسلوب الفنان شجال؟ أدواتنا الأساسية نحتاج إلى قلم رصاص وكراسة بالإضافة إلى ألوان الباستيل طبعا الألوان بفضل أنها تكون العصار أو نستطيع استخدام أي ألوان متواجدة لدينا في المنزل أو في المدرسة الآن لدينا تطبيق عملي للرسم بأسلوب الفنان شجال في درسنا السابق قمنا برسم هذه الرسمة بأسلوب الفنان شجال ولدينا هنا بعض الألوان ولدينا هنا فرشة وقلم رصاص بالإضافة إلى بعض المحددات ولدينا هنا ألوان الصمغ اللامع أيضا نستطيع استخدامها لتثبيت المح والفنان شجال عنده انتهاء من أي عمل يقوم بإضافة الملح الخشن على الرسمة طبعا في درسنا السابق قمنا برسم هذه التصورات أو هذه الأشكال بشكل عشوائي لدينا هنا في الأسفل هذه البحيرة بالإضافة إلى بعض الأشجار لدينا هنا في الأسفل وداخل البحيرة يوجد بعض الفراشات بالإضافة إلى شمس داخل البحيرة ذكرنا أسلوب الفنان شجال يتسم بالغموض والغرابة وأيضا لدينا هنا في السماء هذه الشجرة بالإضافة إلى هذه الغيمة بالإضافة إلى هذا الشخص يسقط من الأعلى إلى الأسفل بالإضافة إلى هذه الشمس الآن سوف نقوم بالتلوين سوف نختار بعض الألوان مثلا لدينا هنا اللون الأزرق ولدينا هنا اللون الأصفر ولدينا هنا اللون الأخضر وأيضا سوف نقوم بإضافة اللون البرتقال إذن هنا اخترنا أربعة ألوان طيب الآن سوف نستخدم الفرشة نقوم بتبنيل الفرشة قليلا بهذه الطريقة سوف نلون أولا الأشجار إذن نقوم بتلوين الأشجار باللون الأخضر إذن هنا لدينا الشجرة الأولى إذن هنا قمنا بتلوين أول شجرة ولدينا هنا الشجرة الثانية بهذه الطريقة نحاول نكون داخل إطار الحدود اللي رسمناها سابقا طيب الآن سوف أقوم بإضافة كمان اللون البني لجذع الشجر طبعا نقوم بتبليل الفرشة لتنظيف اللون السابق بدينا هنا لون البني الآن أيضا نستطيع إضافة اللون الأصفر سوف نقوم بتلوين الشمس باللون الأصفر بهذه الطريقة إذن هنا قمنا بتلوين الشمس باللون الأصفر نحاول نكون داخل الحدود الحدود الرسمة السابقة الحدود السابقة اللي سويناها وهنا لدينا أيضا الشمس باللون الأصفر وأيضا هنا إذن نقوم بتحديد الفراغ كامل طبعا الآن سوف نقوم بتلوين بعض الفراشات باللون البرتقالي وهنا أيضا هذه الفراشة الكبيرة طيب إلى هنا طلابي وطالباتي نشاهد رسمتنا ذكرنا رسمنا هنا بإسلوب الفنان شيجر وذكرنا تتسم بالغموض الغرابة لوننا الأشجار بالإضافة إلى الفراشات بالإضافة إلى الشمس بإذن الله في درسنا القادم سوف نقوم بإكمال عملنا الفني إذن إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا الأولياء الأمور التركيز على رف مستوى الدافعية بالإضافة إلى المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي اثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم جاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة